السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكو يا شباب اخباركو ايه كلسان طيوبين ودنيا خلاص يا شباب سنة بتخلص نهاردة عندنا شغل جامد جدا وفيديهات مهمة بوصة سنة ثالثة احنا عارفين طبعا ان احنا دلوقتي بعد قرارات الوزير موضوع ان امتحان كله خلاص بقى اختيارات مقاش فيه حاجة اسمها مقالي هتقول لها مسترد حاجة كويسة ولا حاجة وحشة انا اقول لك حاجة كويسة بالنسبة الانجلش عندنا لان انت لو كان مقالي كان هنشتعل ترانسليشن وهنشتعل ونقعد نكتب ده كان ممكن ينقصك درجات انما لما يتحول اختياري هتبص تلاقي ان شاء الله ان انت فيه سؤالين كده ضمنتهم قفلتهم ان شاء الله سؤال ترانسليشن اختياري وسؤال الرايتنج لما يجي اختياري فانا عايزك دايما تكون فاهم انت مطلوب منك ايه احنا دلوقتي الفترة اتمدت اسبوعين كمان بقت امتحانات ستة عشر ستة مصلحة ناخد دلوقتي نستفاد بيه نحاول ان احنا نزبط حد فانا تريد مركز معاك الفترة اللي جاء دي على كل انواع اسئلة الانتحان خلاصين منهجنا ونزبطين الدنيا الحمدلله كاكوايا تماما مستر تماما محتاجين نشتغل جامد جدا على مين نشتغل رايتنج نشتغل ترانسليشن نشتغل اسئلة كومبرهنشن ونحل ونبدأ نشتغل الاسكيلز دايما عايزة ممارسة يعني هنبدأ معك دلوقتي كورس رايتنج وجدلك بيديوهات الرايتنج كلها اي حاجة محتاجة شرح في رايتنج انا هشرحها لك ان شاء الله وحل معك كتير ونزل لك مذكرة شانت هتحلها وحلها معاك كل ما تخلص حل الدنيا تزيبك خش ترانسليشن حل تمسل يمسك في الاخر ان شاء الله الدنيا بنسبه لك دامنطي السؤالين دول فاحنا عندنا رجالة كورس رايتنج هناخد فيه شرح الحاجات المهمة الاهم فالاهم حل كتير عشان في الاخر ربنا يكرمنا ونضمن احنا ان شاء الله نقفل الامتحان فعايزك تصح صح كده وتفوى قول يا رب خليكوا رب من ربنا اشتغل جامد جدا اتحب عشر ربنا يكرمك ان شاء الله يلا رجالة نسمي الله كده عندنا نهاردة اول حاجة في الرايتنج سكيلز بتاعتنا هناخد حاجة مهمة جدا اسمها العلامات التركيب ده اول درس محتاجين اني ذكره جامد جدا فيه سؤال وده سؤال في الامتحان ان شاء الله هجب لك اربع جمع لقولك which sentence is correctly punctuated انهي جملة في الاربعة دول معمولة punctuation صح مبدئيا لازم تعرف ايه هي هي عبارة عن مجموعة من الرموز بنسميها يعني التركيم علامات التركيم دي دي بتستخدم السنة ثالثة اللغة المكتوبة مش هستخدمها في الاسبوكن انا ولا بكتب هخلي بالي من علامات التركيم فخلي بالك دي عبارة عن مجموعة من الرموز اسمه من الرموز دي اسمها علامات التركيم بنستخدمها فين اللغة المكتوبة يبقى انا هنا طلعت بسؤالين مبدئيا كده بدين بحاجة اسمها الكابتوليزيشن اللي هي الكابتال ليترز انت استخدم الكابتال ليتر في الجملة طيب زي ما كلنا عارفين كلمة اي يعني انا كلمة اي يعني انا في اي حتة في الجملة لازم تبقى كابتال هتبدأ الجملة هو اي بلاي لازم تبقى كابتال يبقى لازم كلمة لازم يا شباب كلمة اي في اي حتة من الجملة لازم تكون حرف كابتال طيب لازم تعرف ان بداية الجملة الخبرية لازم بداية الجملة الخبرية تبقى كابتال بداية السؤال ان كان سؤال بي سؤال بي هل او بكمة استفام الاتنين بنبدأ بحرف كابتال بداية الامر يعني افتح الباب don't speak ما تتكلمش يبقى خلي بالك رايز بداية الجملة الخبرية الجملة الاستفامية بداية الامر ده كله لازم يكون كابتال ليتر احنا بنشرح يا رجالة بنشرح يا ابن مين بنك تويشن علامات التركيم اول حاجة في الرايتنج قلنا الكابتال ليتر طيب خلي بالك ان اسماء الاشخاص لازم تبقى كابتال my friend احمد اهو كابتال هيرانيم السماء لازم اسم الانسان يبقى كابتال لو انت عندك اسم يا شباب بلد ايجيبت مدينة كايرو لقصر اسوان كل اسامي المدن واسامي الدول بتبقى كابتال ليتر اسامي البحار عندي حاجة اسمها زارد سيل بحر الاحمر زارد وسيل اثنين كابتال اسامي البحيرات ليك ناصر اسامي المحيطات اسامي الانهار نهر النيل اسامي القارات يوروب اسامي البحار اسامي البحيرات والمحيطات والانهار والقارات كل ده حرف كابتال عندنا ايه تانى يا ابني اسماء العلم يهي اسماء العلم يا ابني لما اقول لك ده فيه حاجة اسمها بورج القاهرة بورج القاهرة ده مكان معروف اسمه بورج القاهرة هي كلمة طاور لوحدها يعني بورج دي مفهور متباشر كابيتل بانو بورج إنما بورج القاهرة ده يسمى حاجة يبقى يسمى شباب كايرو تاور بورج القاهرة تسمع أنت عن جزيرة النباتات في أسوال هدي معروفة كده يبقى بلانيتس آيلاند يبقى عن سفينك سابو الهول ده يسمع الجنسيات بتاخد حرف كابيتل يبقى ده كل شباب حرف كابيتل طيب أسام اللغات خلي بالك إن اللغة لازم تكون حرف كابيتل أدي إنجليش هيا شباب أدي إنجليش أدي فرينش ده حرف كابيتل أسام اللغات سبانيش كل ده إيطاليان أيام الإسبوع لو كتبت كامل لازم هي فرايدي أو اختصار حرف كابيتل شهور السنة حرف كابيتل الكلمات التي في أوكي سي دي ليه أصلا اختصار مستر يبقى حرف يا جماعة يبقى عندنا كل الشباب الجنسيات واللغات وأيام الإسبوع وشهور السنة والاختصار لما أقول لك مثلا بروفيسور رامي دكتور زويل مثلا كينجي فاروق الألقاب دي يا جماعة في إيه ركز يا ابني كل كلام ده بيبقى حرف كابيتل كل ده حرف كابيتل تاكوين الزابيس دكتور مصطفى ده لقب بعدي إسم حرف كابيتل خلي بالك الجملة بين علامات التنصيص لو أنت عندك الكوتيشن ماركس يا جماعة أدي هنا عندنا طبعا كما أقواس حرف كابيتل جوا جوا القصة الشباب بيبقى بداية حرف كابيتل لو الجملة الأولى خلصت بفولستوب يبقى كده اللي بعدها كابيتل خلصت بعلامة التعجب يبقى الجديدة كابيتل علامة استفهام يبقى اللي بعدها كابيتل يبقى احنا عملنا يدلوقتي شرحنا حاجة اسمع مين كابيتل لتر ازاي الحروف الكابيتل بتيجي وانا عايز نسمي صحصحة سنة تالتة رئيس لا انا عايزك مفوه كده قلص درس ونحل الدنيا تماما يبقى احنا بنشرح مين بنشرح اول حاجة في مهارات الـ سؤال او حاجة اسمعها علامات التركين بدأنا بالكابيتل لتر ايهي الحروف اللي لازم تبقى كابيتل كلمة اي انا في اي حتة بالجملة بداية الجملة الخبرية او الاسمية او السؤال جماعة الاستفهامية او الامر كابيتل اه طبعا عرفنا اسامي الدول اسامي المدن اسامي الاشخاص بي نكلمهم هيامي الاسبوع اللغات كل ده شباب الحاجات دي كلها لازم حرف كبيرا طيب بعد ما خلصنا كل ده هنخش على حاجة اسمها الابوستروف هي اسمها الابوستروفي يعني نطق بتاعها ابوستروفي بس اهنا يعني الدرجة ابوستروف اس هي اسمها ابوستروفي الابوستروف الشباب نستخدمها في الاختصارات بدأ نقول ايام ايام يبقى دي ابوستروف ويهاف ويهاف كده isn't في النف يبقى نستخدمها في الاختصارات بنستخدمها في الملكية ما دي بقى الابوستروف اس بتاعت الملكية دي غرفة الولد زابوي وهنا حطينا يابني لأبوستروف S بتاعتنا الجميلة هي وقلنا زابويز روم غرفة الولاد هنا في حتة للناس الشطرة عايزه قول بقى غرفة الأولاد آه ده كلمة بويز أصلا بويز أولاد ده فيها S أصلا هي قال لك آه هل ينفع الكلمة لما تكون جمع أحطي لنا أبوستروف S طب إزاي بقى ما هينفعش يا مستر خلاص حطت أبوستروف باس والبويز سكول مدرسة ولاد يبقى خلي بالك الطبيعي إن احنا رئيس بنحط مين بنحط أبوستروف S ده الطبيعي دي عربية مونة يبقى دي مونة هي رئيسة هي وحطت لها الأبوستروف S الجميلة بتاعت الملكية والمونة سكار عربية مونة مونة سكار إننا عزولي تعليم البنات آه ما البنات يعني جيرلس يعني بنات حط أبوستروف S لا حط أبوستروف بس قول لي جيرلس education يعني تعليم البنات الكلمة الجمع اللي مجموعة بS بنحط لها أبوستروف بس بعدها هنا بقى عايزين اقول بعض الحاجات المهمة بالنسبة للأس الملكية لو انا عايز اقول يا ابني بسم الله كده عايز اقول يلا يا ابني النظف غرفة علي واحمد غرفة علي واحمد غرفة واحدة هو يلا يا عمال النظف علي اند احمدز بص الامصرف اس فين الاسم الاخير روم غرفة علي واحمد عايز نظف فيها السنة تالتة صحص عيبني العلي اند احمدز روم غرفة علي واحمد انما لو عايز امضف غرفة علي وغرفة احمد عايز نظف غرفتين اقول لا بص بقى في النحان بص التركيه دي هنظف مين عالز بص كده اهو اند احمدز تماما مستر بص ارائز كده اهو وبعد كده رومز بص الجامع ازاي رومز اهيه غرف رومز جامع يبا لما اقول عالز اند احمدز رومز يعني غرف علي وغرفة علي وغرفة احمدين حتي اعز واحد شراط لو هي غرفة واحدة بس بتاعت علي و احمد و مونة كلهم مع بعض اكتب علي اند احمد زروم حط الابوسطر اسم على الاسم الاخير طب انا عايز نظف الغرف بتاعت علي والغرفة التانية بتاعت احمد يعني كذا واحدة يبا عالز اند احمد زروم ماشي يا شباب طيب برضو في تركيه تانية افت مثلا الولاد اسمه جيمس ماشي ولاد اسمه جيمس وعايز اقول جيمس روم المشكلة ده مش جمعه شباب ده هو اسمه اصلا في اس تبا عمل ايه هنقول دايما انما يكون الاسم جمع زي كلمة بويز ولاد كنا بنعمل ايه كنا بنحط ابوسطرف و نقول بويز مثلا كذا قال لك بالله هنا براحتك عايز تحط ابوسطرف اس تانية وتقول جيمس مسلا روم ماشي عادي معنش مشكلة عايز تقول جيمس دي عايز تقول جيمس اهي وتحط بعديها ابوسطرف برضو عادي فنخلي بالن من الكلام ده عشان الكلام ده مهم خلي بالن يا hierbyلي من الكلام ده عشان الكلام ده مهم فالناس تخلي بالنها الكلام ده جماعة مهمة جدا بالنسبة يب� الابوسطرف اس يابني هستعدمة فين في الاختصارات isn't we have opted يا شباب اسم الملكات بنجمع بها الارقام يعني عايزوا يا جماعي ميئات السنين مش مية واحدة عايزوا الميئات احط الابوسطرف اس يبélior دي الجمع بتاعها طيب انما خباك لما اقول اه في الستينيات ال الف سمائة وستين في الستينيات بحط يا شباب اس بس بحش ابوصرف يعني بجمع الرقم وقولك فيه كميات يبحط ماشي هاندرز حط ابوصرف اس انما في عندي حاجة كده رجالة اسم اقولك ايه الموضو ده انتشر ناينتين سيكس بحط اس بس في الستينيات في الستينيات الف كذا الف سمائة وستين اتنين وستين بنحط الابوصرف اس لما اجمع حرف انا جيب لك كلمة وقولك والله احنا الكلمة الكبيرة دي فيها كم حرف تي عدد حروف تي احط تي وابوصرف اس يبدأ ابني بالنسبة للابوصرف واستخداماتها في الانجلس عندنا من حاجات المهمة جدا عندنا الكومة اللي هي الفصلة السفلية يعني الابوصرف اللي هي الفصلة العلوية لا دي الفصلة السفلية طبعا الكومة عندنا لو في كلمة بليز بكلم واحد بليز لو سمحت احط كومة اوبنزادور او اوبنزادور كومة بليز نفس الكلام لو انا بخاطب حد يا رودينا كومة اي وانت يو توورك هاردر طب لو جات في الاخر اي وانت يو توورك هاردر رودينا يبقى لو جات بكلم واحد بعدي طب لو هو في الاخر قبلي طيب لو انا عندي ظرف زمان جيف اول جملة يستر دي احط كومة اي فيزيتد ماي جرام موزر لاست سندي احط كومة واكمل الجملة عافل او جيف في الاخر يعني اي فيزيتد ماي جرام موزر يستر دي محطهش انا محطها لما يكون في كومة بنستخدم الكومة مع علامات التنصيص خلي بالك بحطة دي مهمة درسة دايريك تولين دايريك لين سيز لين بتقول احط كومة كده وافتح اقواس فلازم بعد الكومة سيز حط كومة وافتح اقواس وهي الكومة ليه في حاجة كده معه في كتابتها بتبقى لازقه في الكلمة اللي قبلها وفي مسافة مع اللي بعدها يعني مش لازقه في اللي قبلها وفي بعدها مسافة فهنا يا البنت لين سيز بتقول I am very busy these days في حاجة بقى لو عكست يعني عكست رئيس يعني لو جبتي الجملة اصلا في الاول احط كومة واقول سيز ليه إلا لو سؤال لو سؤال الوضع يختلف يعني جملة خبرية اكتب لين سيز حط كومة افتح اقواس لو جبتي الاقواس احط كومة اقول لين سيز إنما لو سؤال لو هبدأ اقول سماء اسكد احط كومة وافتح اقواس إنما لو عكست محطهاش بقى لو عكست محطهاش طبعا اشهر استخدام للكومة اشهر استخدام للكومة لما يكون عندي قيمة فيها كزا حاجة انا روحت اشتريت رئيس دي وسكر وزبدة مقولش بقى اندو لا اشح اسمها اندو انا لا لنحط كومة 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 واجه في الاخر الاند تشيز يعني ما يكون عندي قيمة فيها كزا حاجة ادي ارابيك كومة انجليش فرنش ساينس اند بميز في بعض الكتب يقول لك رئيس ان انت ينفع تستخدم قبل اند كومة برضو في بعض الكتب تقول لك كده يعني ينفع قبل اند بحط كومة وفي ما ينفعش عادي مش مشكلة عندنا انما اساسي في القيمة محطش اند بحط كومة طيب بنستخدم الكومة مع السؤال المزيل questions tag ادي جملة عادية you are late ادي كومة aren't you اليس كذلك بحط الكومة قبل السؤال المزيل لو في كلمة yes او no او sure اي حاجة بتسويهم بعد yes او no بحط كومة يابني موجود عنده بعد yes او no بحط الكومة بعد yes او no بحط كومة موجودة عنده في روابط عندنا يا رجالة ليه الروابط اللي بتيجي في نص الجملة زي but زي also زي and الحاجات دي however بيجي قبلها كومة يا بوس كده the match was over but ولكن the excited fans refused to leave فهنا الروابط زي but زيت معناها ولكن في نص الجملة زي so لذلك بيخد قبلها كومة انما الروابط اللي زي after و before يا رجالة لا ركز حتة دي مهمة after و before و as and as while والزول بتربط بين جملتين لو بدأت بهم الجملة بس بص الجملة دي while اهي while i was playing اه بينما انا بلعب ابدأ الجملة الاولى احط كومة واكتب الجملة التانية because my got up late كومة و هما جاي في الاول if you put on weight you احط كمل when israel can't understand the lesson احط كومة فدهما هم جون في الاول احط كومة في النص انما لو عكست لو جبتهم في النص مفيش كومة بقى i got a camera while i was playing football فخلي بالن يا شباب من الكلام ده خلي بالن يا ابني من الكلام ده ان احنا هنا مش محتاجين لو هما افطر والف النص مش عايزوا طيب في عندي حتة كنا اخدناها يا شباب ركز انا كما حتة دي مهمة هيا الناس الشطرة كده هيا في عندي في الانجلس جملة تبدأ بحاجة اسمها اللي هو اسم الفاعل ing having done enough revision بعد ما عمل having done هنا يا شباب الجملة الاولى بدأ باسم الفاعل اعمل ايه يا ابني بعد اسم الفاعل احط كما بدأ بتصريف تالت destroyed in an accident كما واكمل يعني تفصل جملتين يعني دي جملة خلاص وحنا اكمل الجملة التانية فكل ده يا جماعة بنستخدم معاه الكما لما يكون فصل بين جملتين طيب لما يكون عندي جملة بقول فيها رأي واخر حتة بس بتقول تناقض يعني بس كده i think this person is ignorant اعتقد ان الشخص ده جاهل وحط كما notice you bet مش غبي فالحتة دي اعتراضية بعطلة بعالكلام ده فالحتة الاعتراضية بس حط كما فيها الناس الشطرة اللي احنا جماعنا مما جينا قلنا ركزنا جماعة الحاجات دي مهمة جدا جدا في عندي الادفر بالحال اللي فيه الواي ساعتنا جماعة الكما تيجي باع الادفر لما يبدأ بيه الجملة يعني لو جملة بدأ بكمة لازم بعدها كما لو فيه كما فيه حال بحط كما لما جاكتب عنوان بقسمه انا عشت في ادفو كما كده فين في اسوار يعني مثلا شرع رقم كذا كما بدينة ادفو كما اسوار طيب لما جاكتب تاريخ التاريخ برضه استخدم كما بس هو اليوم وشهر يكتبه مع بعض فبريوري 22 فبريوري 22 ده تنين وعشرين ده التاريخ والشهر مع بعض كما واكتب السنة فاخلي بال طيب في عدة اخدناها بتاع الضمائر الواصل وقلنا في يونيت 11 ان الضمائر الواصل في الانجلش نوعية التعريفي ده ما نستخدمش كما اللي هو النوع اللي هو بكتب فيه معلومة اساسية انما النوع اللي ينفع يتشال اللي هو النوع اللي بينفع يتشال ده مهم جدا جدا الجملة الموصول اللي بينفع تتشال ما تأصرش في المعنى جملة اعتراضية بنحط هنا كما بنحط قابليها او بعدها كما طيب طيب نقولنا في النوع التاني لا النوع التاني يا شباب اللي هو فيه ذات ما ينفعش اجيب كما مع ذات طيب لما يجي نكتب الكما زي ما قلنا بنكتب قبلها تلزف في الكلمة اللي قبلها واسيب مسافة بينها وبين اللي بعدها طيب في عندي حاجة اسمها الفلسطوب بسهلة بيسموها زي بيريود يعني موك مع فلسطوب او بيريود الفلسطوب بتيجي في آخر الجملة الخبرية I went to the market فلسطوب لما يكون في رابط وين هنا مش هل ده مسؤال ده عندما when you have a cold you should rest in bed بحط فلسطوب في نهاية الجملة الامرية send this file to Mr. I من يعولى فلسطوب don't show it at your sister فلسطوب في الاختصارات التيفي تليفيشن بحط الفلسطوب في عندنا الانت الاستفهام ده في آخر سؤال طبعا اي سؤال بكمة استفهام او سؤال بهل بنحط يا شباب طبعا علامة استفهام في العلامة التعجب او بنستخدمها لما يكون في خوف جامد جدا او حب او غضب يا له من حيوان مخيف هلم الحقني I love you ده متعبر عن مشاقر قوية ممكن احط فلسطوب وممكن احط هنا علامة التعجب stop police وقف هنا شرطة في امر قوي بنفع برضه حط فلسطوب وحط علامة التعجب او ماي جاد واو جريت ده كله اسمه تعجب طيب في عندي كلمة اسمها كولون يعني النوطين فبعض النوطين فبعض منستخدمهم انت بنركز بقى لما هجيب لك قايمة احنا قلنا بين القايمة بنستخدم كومة ماشي بس قبل ما ابدأ القايمة يعني اقول لك والله انا الشنطة دي حطيت الاشياء دي في الشوبينج باك حطيت الشوبينج باك شنطة المشترات فيها ايه بقى هبدأ اعمل لستة كده احط النوطين فبعض واكتب اللستة بتاعدي فالكلون اللي هم انه تنفوا بعض لما اجيب هنا الاول اسم وابدأ بقى فصصوا كده القايمة دي فيها ايه اكتب هنا كولون بيستخدمها في العنوين الوصفية اقول لك تريجر ايلاند جزيرة الكنز حط كما او كولون ووصفها بقى ايه جزيرة الكنز دي يعني قصة مغامرات التعليم عايز اعرفه استثمار في مستقبل البلد طبعا من حاجات بالعبيطة النسبة البربرشن تو وان دي النسبة لما اكتب الساعة الديجيتال باكتب الكولون في عندي السيمي كولون بقى يعني اللي هي الفصلة المنقوطة بصوا احنا اللي يجينا نقطة يعني انت عندك يبني الكولون مش يبني اللي اللي طبعا I open the door دي بني استخدمها عارف انت زي رابط كده يعني ما سحط جملة وحط جملة تانية بدأ محط and في النص او بقى استخدمها يعني I open the door انا فتحت الباب it was called outside جو كان برد برد او برد كان برد حطيت السيمي كولون في النص هتخلي بالك من حاجة لو كان هنا فل كان بعدها ده حرف كابتن انما السيمي كولون ما جيش حرف كابتن انا قابلت ناس من انجلند حاجات دي كلها شباب ده السيمي كولون في او عامات التنصيص طبعا في الجملة اللي هي شباب اللي هي جملة الدايريكت اللي كان فيها في الشرطة في الصفة المركبة خدناها مع بعض الصفة المركبة عيونة 10 فده شكل يا شباب ده شكل شرح بتاع العلامات الترقيم ده الشكل بتاع علامات الترقيم اللي انت مفروض تذكر يجي ازاي ما في امتحان التدريبات بتيجي ازاي ركز معي يا شباب نحاول نكبر الصورة كده نسمي الله يا شباب عشان نعرف نشتغل صح هي يقول لك في انتحان بانكتويتشن is a system of symbols that we use in language كنا مع بعض البانكتويتشن ده عبارة عن نظام من الرموز يستخدم في اللغة منطوقة مكتوبة مسموعة صد يقول طبعا كده الشباب في اللغة اللي هي اللغة المكتوبة الرموز اللي موجودة في البانكتويتشن بيستخدميها بنسميها البانكتويتشن ماركس علامات الترقيم طيب which of the following are examples of punctuation ماركس اني واحدة من دول ده يعني امثلة عامات الترقيم الكمة والفول ستوبة طبعا الدولار والبون سين ولا البلاس والمينوس ولا لا يبقى جماعة الكمة والفول ستوب هنا دي جملة موصول حتى شباب هنا في جملة حتى كمة قبلها يبقى لازم بيجي حط بعد كده يكون هنا في كمة في الاخر يبقى لازم حط مين بقى يبقى teachers and students يحط students حط كمة اللي في الاخر صح صح دي تدريبات مهمة جدا على سؤال punctuation بعد ما ذكرته سنة ثلثة عشان اعرف بيجي في امتحان لازم اكون عارف بيجي امتحان عشان اعرف اشتغل على الدرس اختار statement الجملة الخبرية اللي معمولة bank tuition صح انا قابلت ستة مصرية ماهرة بصر الجالة هو clever Egyptian woman دي صفات هو صفات عنها في انجلش لما يكون الصفات من نفس النوع يعني كلهم يكلموا عن الشخصية كلهم يكلموا عن الشي بالشكل فلهم نفس النوع استخدم كمة استخدم كمة عجيب اي ترتيب لي استخدم كمة انما لو صفة عن العمر صفة عن الجنسية صفة عن الرأي لا ما استخدم كمة لان كيف بيباليها ترتيب معين فمش حتاج كمة فانت مش عايز كمة اصلا قبل الصفات يعني ولا عايز دي ما ينفع شي ولا عايز دي امرأة مصرية ماهرة رأيك وداية جنسية يبقى اختار اي هي دي المناسبة ايميت اكليفر ايجيبشن هو طيب هذا لا يصدق تماما حاجة لا تعجب يابني ادام حاجة لا تصدق يبقى جيد اكستيكلميشن مارك علامة التعجب ماهش لا يصدق واحد مستغرب يبقى اكستيكلميشن مارك بنحط يابني الكوتيشن مارك سعلمات التركيم فين طبعا نحطها قبل الكلام اللي احنا هيتقاله بعده يبقى بيفور وافتر يبقى بي و سي يبقى عندي يا شباب بي و سي كده هنحط الكلام يابني الكوتيشن هنحطها قبل الكلام وبعد وما بيخلص يبقى قابلي وبعدي يبقى حاجة اسمها الكوتيشن مارك يبقى بنحطها فين اللي هو اللي هو بيفور وافتر ايه اللي بنستخدمه عشان نفصل الشورت كلوز أوف كومباون سنتنز لو جملة فيها يعني كلوز صغير بنستخدم طبعا الكومة موجودة عندي طيب ايه تعريف الفولوستوب الفولوستوب هي عبارة عن دوت نقطة في نهاية الجملة ماشي تؤدي لجملة جديدة ولا هي الدوت هي نقطة كده بتشير ان الجملة تمت يبقى الدوت دي معناها ان الجملة خلصت يبقى هنا جماعة رقم بين بتشير ان الجملة خلصت خلاص يبقى هي بتشير ان الجملة خلصت طيب ايه نستخدم الابصرف امت الشاب بيستخدمها في الحسف في الاختصارات لما لترز ار ميسنج ولا ان ان دي بيستخدم جملة فيها رابط اتنين مربوط مع بعض ان دي بيستخدم ملكية لا بنستخدم ها في او سي في الاختصارات والملكية طيب هي وظيفة الكولون اللي هم النوتين ورا بعض خباك دي فيها بقى كذا وكذا وكذا بعد كذا بفصص فانت عندك اربع اجابات تشير لمجموعة من الاختيارات تشير مياه من طعام مهضوم في العمعاء بنستخدمها لما الكومة جيتس بورينج انديكيت ذات نيو سنتنز هاس بيجا يبقى رقم ايه يا شباب بتشير ان في مجموعة من الاختيارات لازم اختار منهم ويتش وفزي نوت بنكتوش مارك اني واحدة من دول مش علامات يا جماعة الترقيم موجود عندنا الفولستوب ولا الهاشتاج ولا الكومة ولا الهاشتاج يبقى دي عندنا برضو مش من الحاجات المستخدمها يبقى اختار بي دي موجود عندنا عندنا بعد كده سؤال بيقول اني واحد ممكن عبر مشاعر قوية لا يبقى علامة التعجب هي دي يا شباب المستخدمها في المشاعر القوية خلي بالك يا ابني خلي بالك من دراعك المقصور يا رئيس خلي بالك يبقى هنا جماعة برضو في مشا مارك علامة التعجب البحر الاحمر اسم البحار حرفين يبارة سي اهي حرفين كابتل ريدو سي ده جملة امر فلحط هنا فلوسطوب لاني الجملة الامريح بتاخد فلوسطوب ده اللي بيجي في المتحان دايما اخترع العبارة فيها بانك تويش صح ما ينكل هو لفز ناسيوت إذا دكتور عمي اللي بيعيش فيها سي الدكتور بص يا دي كده مستبعد لاني فيه كمه هنا في الاول ومحط ش كمه في الآخر فدي غلط ودي العكس محط في الاول وحط في الآخر يفضل الاولى والاخيرة هو مفوض انت هنا لما شيل الجملة المعنى مش هيفري معايا عمي دكتور اه عمك موصول بس عمي دكتور معنا في المعنى عمك دكتور يبقى انا محتاج ان هي الجملة الهي بتشار when will you return to our city امتى هترجع مدينتنا ده سؤال when يبقى هترجع مدينتنا ده انت استفاء الفلسطوب لها اسم تاني اللي هو الشباب طبعا يعني فرض فلسطوب which example wouldn't have any exclamation mark امثال في الاربعة دول مش يبقى في علامة تعجب let me out of this book خرجني برا استندودة i'm going to get some juice want some انا راح اجيب بعض العصير want some bank tuition is my best friend there is no such thing as English طبعا انا عايز جملة خبريعة دية خالص بفاش حاجة يبلت رديل احيان طيب هي سألت دي جملة direct and direct بتحول احيان حزف الاقواس وربط بكلمة what time يبحط فلسطوب في الاخر طيب الفلسطوب بتستخدم في نهاية مين statement الجملة الخبرية لان questions سؤال exclamation تعجب inquire السفسار يبقى statement جملة الخبرية واو طبعا واو دي مش محتاجة يعني واو تعجب يبحط يبحط يبني exclamation mark علامة التعجب what do you think will win the race ده سؤال بيسألك يقولك what do you think تعتقد ده رأيس من يكسب السباق فاحنا عدنينها في السباق بحط طبعا questions mark Mr. Mحمd lives in aswan Mr. Mحمd عايش في aswan his brother أخو lives in aswan خباك دي جملة خلصت ودي جملة تانية وبدأ حرف عاف لو بدأ بحرف كنت حطين فلسطوب إنما كده حط سيمي كولون قدي جملة أزهو عيش ولكن but ولكن أخو أو an يبحط السيمي كولون إن هي بدأ خلي بقى لحيط مهم بدأ ب small لو كان نقلب لك نفس الجملة وحط هنا ده كابيتل كنت حطين فلسطوب what is the punctuation mark indicating a questions goal طبعا اللي بتشير للسؤال هي questions mark علامة الاستفاء what is the missing from the following sentence اللي ناس في الجملة دي واع بيقول the day which happens to be Tuesday is hot and windy طبعا اليوم اللي هو يوم التلات ده hot and windy فإحنا محتاجين هنا يا شباب كمة يبقى فيه كمة هنا the day which happens to be Tuesday is hot وكمة بعد مفوض هنا كمة تبقى هنا لا هي دي معيش المعصول في الإجابة محتاجين كمة يبني مش رقم C لا احنا محتاجين هنا the day اليوم مفوض يبقى هنا في كمة حتة دي كده كمة which happened to be Tuesday دي كده كمة تاني يبقى الإجابة الصح letter d letter d يبني هي الإجابة الصح يعني واحدة after the day وبعد كمة USD فإخلي بقى انت عايز جملة موصول انت عايز تشتغل مع جملة الموصول فالإجابة هتبقى اللي هي letter d طيب which of this is used to convey appropriation طبعا النسبة فجي النسبة كزا لكزا بحط الكلون اللي هما نوصفه بعض which sentence would mean that omar is being invited to eat انا بادع عمر تعال هما اقول مع عين يلا بعزمه فهقول مين هقول let's eat عمر عاف دي معنا يلا هناكل عمر يحمد بكلم عمر مفيش حاجة كمه لحاجة let's eat وحط هنا الكلون دي بش اسمه كده هلا بكلم عمر يلا ناكل يا عمر فهنا يا جماعة الإجابة let's see meet وحط كمه وكلم بقى المنادة اللي هو عمر يبقى ليه تردي طيب which of the following sentence has the correct punctuation عمر and علي who have always been friends no longer talk خلي بالك انا عايز جملة الموصول اللي هي هو قبلها في كمه ولما تخلص في كمه فهي دي الاجابة الصح يبقى عمر and علي عمر and علي who have always been friends no longer اه دي غلق عشان فيه كمه هنا وفيه كمه هنا ما دي غلق عشان مزود كمه كمان انما هي الاجابة هي لصح I offer the children bananas انا جبتلهم بانانا وبيتش سخوخ وبيرز كمه يبقى جماعة هفوط هنا كمه وحط هنا كمه عشان دي قيمة فيها كذا حاجة يبقى محتاج الكمه هي اللي جاب الصح لما انا بكلم شخص علي بعد ما اكلم شخص بحط الشباب طبعا الكمه هي اللي تيجي بعد ما كلم شخص يبقى زي ما قلنا قبل كده دي جملة وحط كده جملة اعتراضية يبقى حط يا جماعة على سيمي كولن في الجملة اعتراضية لازم تسيب بعد الكمه افتر الكمه بتلزم في الكلمة اللي قبلها بس في مسافة بعدها يبقى افتر زي كمه ميس لميس خيبا هنا ميس لميس اسم واحدة واسمها في اس فلما اقول الفصل بتاع ميس لميس انا ممكن حاجتين ممكن احط كمه بس يعني قلنا ما اجعمل اسم ملكية مع حاجة اسم مفرد اتاني لو زي مسلا عالي مفرد بس يبقى غاز من عني احط الابوسترو في اس طب بويز اسم جمع بس في اس حط ابوسترو بس لو اسم مثلا زي كلمة من اسم جمع وما فوش اس خالص احط ابوسترو في اس كده عادي مشكلتك في الاسم المفرد جمس مثلا ده مفرد وهو في اس فده براحتك حط ابوسترو اس او تحط ابوسترو بس فانا مثلا الفصل بتاع مثلا شباب يبقى عندي جبتين ينفع حط كمه بس او او ابوسترو في اس يبقى بوسي مفاجئة لكل واحد عايز ابوسترو في اس الملكية مفاجئة كل شخص ابوسترو مفرد ابوسترو لتردي خلي بالك يا شباب مستر اشرف ده سلف ميد مان يعني انسان صنع نفسه بنفسه خلي بالك هنا في مفوض هي مكتوبة غلط مفوض هنا دي صفة مفوض يا جماعة فيه شرطة اللي موجودة مفوض الاختيارات تبقى شرطة دي صفة مركبة وجاي بعدها الاسم واخدنا الكلام ده بيحط شرطة في النص هنا بين الاتنين ماشي يا شباب يبقى هنا مفوض ما فيه شرطة لما يكون في جملة منفصلة عن جملة تانية بنحط كمه اده ماشي مرتبطين مع بعض بنحط شباب كمه طيب طبعا دي جملة ديركت وانديركت او هنا بقى ديركت كبه لازم حط هنا طبعا اقواس وبعديها فمحتاجين لها علامات التنصيص في القصة القصيرة بتاعت الين بوس الشباب بسمها زتيل طول هيرد فخلي بالك انا محتاج هنا فيها بصرف اس الملكية شورت ستوري وهكي اجيب كمه وحط اسم القصة اللي موجود عندي بلتر بيها الاجابة بتاعتي طيب هي بتقول ان الارض مسطحة هنا لازم يكون قبلها يعني لازم في قبلها هنا كمه يا شباب قبلها قلت الاولاد جيبوا بقى الحاجات اللوقة عليها دي البنود دي فده ما بنود يبقى نحط يا جماعة الكلون وحط بقى a pencil كذا وكذا فلما حط يا جماعة هفتح ليست بقى قولها احط اللي هي الكلون بقى الالتو ادفورتايزنج الاعلانات دي تعتبر الجزء مهم جدا للدعاية او شغل كده جماعة a customer sometimes خلي بالك هنا ان انا عايز بط قبلها في كمى بط الكمى قبلها ما بحط بط بعدها كمى يعني كل بعدها كمى ده غلط ولا شرطة هي بط هي قبلها كمى لو انا حط طبعا شباب related closes بحط حاجة اسمها semi colon حط جملة semi colon وده جملة تانية وخلي بالك مش full stop بتبقى اللي هي شباب اسموه منصور زكار پينتر made this couple منصور اللي هو النجار ده عمل this فهنا جماعة بنحط عشان منصور ده حط هنا كمى قبله وكمى بعدي made الحاجة اللي عمرها بتيجي في نهاية الجملة الperiod اللي هي full stop بتيجي والquestions mark بتيجي والexclamation mark اللي هي كمية كلهم اللي هم فهو بعد يا جماعة مقيتين ما بيجيش في اهين جملة i found kareem the jacket والقات the jacket بتاع كريم خلاص دي ابوسترو في اس اللي ابوسترو فيه بس جماعة letter c the class وعتنمني صح صح رايس وانت بتتفرج كده وفو بتبعتك تركيز يا بايس وشغل دماغك ياريت انا ممكن ابعطيك المسكرة الاول على المنص قبل ما تفرج على الفيديو ده حاول تحلال الاول وبعد كده حاول تتفرج على فيديو الحل وصحص كده وانت تتفرج هنا the class just finished reading is based a novel by كده لسه قصة اسمها hard times يبقى when you arrive home call me بها دي الاجابة الصح ده بالسؤال لما تيوصل ده ضمير وصل call me فما يفقاش حط امس تفهم call me ده امر حط فلسطوب يبقى letter b which of the following sentence has the correct punctuation this is what i ate for breakfast ده اللي انا كلته على الفطار حطيك بقى هي الليستة بتاعته يبقى هنا semi-colon egg cheese and يبقى letter هي اللي جابة الصح طيب which of the following sentence has the correct punctuation he knocked the several times no one came to the door هو خبط كذا مرة ولكن هي كلمة ولكن مفهود but لما اقفصل جبنتين بالsemi-colon كده حطت بعدها فلسطوبي بس semi-colon كانها but بالضبط او كانها and which of the following sentence has the correct punctuation my daughter loves the mobile games برض نفس الفكرة بالضبط semi-colon my son likes football بدما بكتب but بافصل بالsemi-colon وكمل الجملة which of the following sentence has the correct punctuation here is what you need to get at the market ده اللي انت محتاج ورئيس في الماركت حط بقى لستة في اللستة بحط بقى الكلون ice beans وعايز eggs وعايز cheese and كذا بحط جماعة كلون which of the following sentence has the correct punctuation the windows open I looked out over the green land scheme هنا بيقول the windows open I looked out and I looked out over the green land scheme بيقول لتر دي هي اللي صح طبعا ده جاي كابت عشان i كده i بتاخد في حتة جملة بتبقى حرف كابت يبقى جماعة لتر بيه الإجابة الصح which of the following sentence has the correct punctuation I read treasure island I read جزيرة الكنز أنا بقى عنوان وصفي عنوان وصفي أو هنا بقى ولكن شنان مش هوصفها بقى جزيرة الكنز an adventure novel تحط كمة ولكن my friend read king leave فكمة ولكن but بنحط semi كده which of the following has the correct punctuation the airport announcer said كمة وأكواس يبقى هي لتر c هي الإجابة الصح which of the following sentence has the correct punctuation community has only one single left hub يبقى اخترى شباب الليستة يبقى hub اللي عندنا اللي هي لتر a which of the following sentence has the correct punctuation while طبعا while لازم حط جملة وبعد كده كمة الجملة التانية طبعا الجملة التانية من فاش تبقى كابتل لتبقى small بس بعد الكمة الجملة لتبقى small مش full stop هي يبقى letter c which of the following sentence has the correct punctuation أني جملة opening the door quietly the two هنا مفهود بعد quietly مفهود يبقى فيه كمة the two officer surprised as he was putting برضا جميع ما كانتش حط هنا السيمي كولون يبقى opening the door quietly the two officers surprised as he was يبقى letter دي هي دي هي دي يا جماعة الإجابة الصحة كان لازم حط كمة بعد قاعدة في الجزء الأولان يبحط كمة قبل الجزء التاني which of the following sentence has the correct punctuation I have had that كول وطبع يا جماعة حطينا السيمي كولون ونتيجة لذلك بعدها كمة يبقى دي يجيب الصحة هنا دي بقى يعني كبيرة شوية مش جملة واحدة وقال لك معمول بانك تويش صحة فمحتاج بقى عثمان had a hard time sealing cabbages carrots and his mother فانت عايز ما تدور على هنا ليه حط فلسطوب مفهود ان دي قايمة فيها كذا حاجة يبقى كمة وهنا كمة موجود يبقى دي غلط ماشي ومفروض الشباب هنا جملة تانية يبقى هنا اختار لتر سي الاجابة الصحة ده كده بتايا لي كل حاجة خاصة بي البنك تويش موجودة عن دي يبقى انا عايز تاني تسمع الكلام وتركز وتفرج على الفيديو هنمركز معك جامد جدا في الفترة اللي جاية على موضوع الرايتنج كل المهارات بتاعة الانجلش انا مركز لك عني شهرين ان شاء الله في شهرين دول هنصبت جامد جدا جدا اي حاجة عندك دروب فيها ابعاك لقولها مثلا لو سمحت صببط الحتة دي انا سسيبك حل معك كتاب وكتابين وحل تدريبات كتير جدا يعني كتير جدا التدريبات هتليم نزلك تدريبات بقى من سينيور تدريبات من جن اي حاجة فيها تدريبات على الفيديو ده يبقى انت الاول امن نفسك فهمت الدرس وحلن مع بعض كتير صح فرج بعد كده ان شاء الله على التدريبات اللي هتنزل هتلاقي في المعاصر وحاجات دي كلها موجودة فان شاء الله جماعة